كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت تثبيت سعر السولار عند 6 جنيهات و75 قرش للتر وكذلك تثبيت أسعر المزوط المغرض للصناعات الغبائية والكهرباء كما قررت لجنة تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه 3 بمقدار 25 قرشا ليكون 7 جنيهات و50 قرشا للتر بنزين 80 و8 جنيهات و75 قرشا للتر بنزين 92 وتسعة جنيهات و75 قرشا للتر بنزين 95 وقررت أيضا تعديل سعر المزوط المغرض لباقي الصناعات ليصل سعر الطن إلى 4600 جنيه هذا وتنعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل دوري كل سلسة أشهر لتحديد أسعر بيع المنتجات البترولية